صباح الخير وصباح العافية على كل مشاهدي ومتابعي برنامج اسمات زاكرو صباح خير على كل زملائي وزميلاتي داخل الستوديو رمضان كريم عليكم ويا رب هذا رمضان خير ومحبة عليكم ويا رب انه تقدرون وتقاومون وتظلون على صيامكم رغم الجو الحار ورغم موجات الحار اللي يسادي نشوفها ورغم التعب ورغم الامور اللي يدي نمر به فيا رب هذا رمضان رمضان كريم وخير ومحبة عليكم طبعا نحن اليوم حاليا بأحد الاسواق اللي موجودة بجانب الكرخ اسواق اللي تكون شعبية اللي بيها المخضر وبيها هواية امور مثل ما تشوفون اعداد الناس يعني نشوني نقول يوم اعداد هواية يوم اعداد قليلة حسب الناس الموجودة وحسب الناس اللي تطلع والمتواجدة مرات بعض اللحظات تكونوا الناس كلش قليلين طالعين مرات الى تشوفون اعداده هواية حسب ارتفاع الاسعار حسب الاجواء الموجودة فاليوم رح نخفكم جولة فخليكم ويانا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله خسنا صحتك رمضان كريم علينا عليكم انشاء الله على عرقين جميعا ان شاء الله صايم ان شاء الله ان شاء الله يعني كان منع تجوار مئة بالمئة نقول يعني عالم طبعي مننا سوق فارغ بس هذا الموضوع لا يختلف فضل الله وإن شاء الله قاعدة مجمل وأفضل العراقيين وإن شاء الله هاي الغمة تنتهي عن هذا البلد إن شاء الله يا رب وإزيان أقبال الناس على المسواق شون الله والأسعار كل جزينا أي والله كل زينا خير من الله إن شاء الله تمت سهل منوية الناس على أسعار خير من الله على أسعار كل 500 دينار أي كل 500 وكل منتوج عراقي كل عراقي باستثناء الطماطعة بس زينة برمضان أمين أشوف الناس تتسوق تتسوق يعني هيش وقت لو العصر لو صبح لا أكتر شي يعني يبدأ العمل مسعب بالوحدة وورا تعرفين عالم صائمة وعالم تسهر عن الفطور العفو السحور وما سحور فيقعدون بطنعاش وراء طنعاش مو عدا شي فأي يعني يبدأ سوق تقريب بطنعاش وراء طنعاش بالوحدة أي نعم أتمنى رمضان خير وعافية عليك على عائلتك نعم إن شاء الله عجل مع قلبه أشكر شون صحتك رمضان كريم عليك وعليل إن شاء الله رب صايم لولا لا فاضر تركيت على شغلك وتعبك نواب رمضان مت نامين اللي بتلاثة بالأربعة وتقعد بسدة صباح تجيب باب معظم تشتغل ترجع بالسبعة وين الفطور لأنو عائلتك كلها صامي الحمد لله يوميا الفطور مالتكم يتحدد على حسب إنو انتو شمش تهين لو هي الوالدة أو زوجتك هي اللي تحضر بشكل موجود بالبيت نسوي يوميا شكل يعني أصالك شغلت بالسوق خير من الله شون شوف السوق وشون شوف الأسعار وشون شوف الناس والله أي نفس الشي يوم شكل يوم يصعد يوم يغلي ويا السوق يعني حسب العلوة أقبال للناس شون شوفهم من بعد مارتفع دولار يعني شا قليش يعني لو يرجع دولار يرقص أحسن يعني السوق عالي كلش ويعني مشتري يكيد منه وخاصتنا برمضان يعني رمضان كنت شتغلين ساعتين من الأربعة للستاتة حدتش وهاي العالم كلا قاعدة ساعتين زين أن أنت على الموسم تبيع بس خضرة لو دائما بالنسبة لي بس خضرة أي يعني هو لقبال لك تبيع مخضر لقبال لك تبيع فواكه فكل من شغلت يتمنى لك رمضان كريم على العائل نعم رحمة الله عديتش شكرا أنت شنين مثل ما شفتوا مشاهدينا أكو بعض الناس أنه ما تقدر يصوم بسبب التعب الشغل مالتها أو بسبب الحار أنه دا يطالع من الصبوع دا يبيع و دا يشتغل فما يقدر يصوم ولا يظل يقدر مستمروا في صيامه وكيدي يتقبل هذا الشيء الله سبحانه وتعالى نتمنى يا ربي أنه رمضان خير عليهم أنه هاي السنة أكو بعض الناس أنه يشوفون ارتفاع الدولار كل شي مأثر عليهم وأكو بعض الناس أنه يشوفوا أنه عادي قاموا اتوالموا يا هذا الجو أنه ارتفاع الدولار سوى الأمر طبيعي سوى الأسعار كل شي عادية السلام عليكم شان صحتك شان صادت رمضان كريم علي الجميع إن شاء الله يبارك عليكم إن شاء الله صايم إن شاء الله إن شاء الله صايم الله يتقبل من عندك أنت بس تسبيع بس فاكهة بس فاكهة بيعا صال لك شكير صال لهوال فترة فترة صال لبي هو صال لسنين تعرفوا لهم شنو فطوركم لو لا والله فطورنا بعدنا شوي بعد نساوي نتجمع ونساوي الفطور ما لا إذن همين يأخذون رأيكم بالبيت إنو أنتو شنو المشتهين شلو هي تجون تو تلقو حاضر لا نشي بالمثل نشتهون الشغلات نجدها بالمثل يردون دجات يردون لحم يردون سمات أي هاي الموجودة عدنا العراقيين نجيب إحنا يردون دور ما نسوي شغلات إيها الموجودة زين أنت الفواكه على الموسم إنو فواكه لو قدت أصلا دائما طول كل أوقات تم فاكهة هذا موسمي عدي داك عدي موسمي هاكو بضاعة موسمية بس بصيف توقع بالشتة ما موجودة منعتها أي هي هاي يساعدنا البضاعة الموجودة حاليا زين شو نشوف اقبال الناس استقبال الناس يهل يجي وقال البضاعة ليشتها يوتيوب ساعة تلموز منتها من 750 أكبر شي ألف دينار هسه بالفونوس بالفونوس هسه هسه هذا تشنن بيعها بيش باثنين ونوص بل فيه هسه برد جاعة باربع تالاف العالم جاي تعاني هواي من هاتش شغلات من تجيلة تقول أبويا مو من يمي القضية من قضية التجار وضاعة التجار من تحكي وإي تاجر يقولك بالدولار احنا ما بدينا شي هذا الشي احنا نحوله من يمنا القضية قضية الحكومة هي تناقب هذا المال البشر يجي الفقير يعاني يجي تقول أبويا أنا حالي من حالك هذا الموجود أنا شري من التاجر واجي أبي عنا بالسوق يقول لي نزل يا أقل ما بي عانات بي بالمثل هذا بيميت دينار بيميت دينار رانزل لك شقد ربع دينار راح يخسر أدي ميتين دينار قلي هاي البضاعة كله هي تساعدوها أساعدكم نتمنى رمضان خير وعافي عليك شاء الله خير والجميع إن شاء الله مبارك عليكم مع الجميع الأمة الإسلامية إن شاء الله أهلا وسهلا بكم قلبوا مثل ما شكتم مشاهدينا طبعا الناس كلش متأثرة بارتفاع الدولار خصوصا الأسعار أكو بعض الناس إنه ما يتفهمون من البائعين اللي هما مغلين الأسعار إنه شي مو بيدهم يعني حالهم من حالنا إنه هم هم دي يجيبوها بسعر غالي فيضطرون يعلون السعر في سبيل إنه يمشي حياته ومتمشي يمشي الشغل طبيعي ما يقدرون يبيضلوا على السعر القديم ليش لأنه هو ما يشتروا على السعر في يعني نتمنى إنه يتفهمون الناس وتتمنى إنه اللي دي يغلون الأسعار همينا هلا هلا ويا الناس لأن شهر هذا رمضان شهر الخير والطاعة والمغفرة إنه لازم نكون متعاطفين هيا الناس ونحس بغيرنا ونحس بمعاناة البقية فبعدنا مستمرين ياكم مشاهدينا السلام عليكم رمضان كريم الله كل عام ونتي بخير رمضان خير وعافية علي إن شاء الله دائما تألق وجمال إليت من القناة الجميلة شنو هنا شغلت بالسوق أملك هذا السكشن وهذا السكشن الملك لله جل وعلا صاحب هاي البسطية وهيا حلو إن شاء الله يا رب كل التوفيق شون شوف أقبال الناس الأقبال الناس حاليا بنزول الأسعار كل ش منتاز يعني كل ش منتاز لأن الأسعار الإنتاج كل عراقي يعني هاي عراقي هذا عراقي هذا عراقي هذا عراقي كل المجموعة عراقية باستثناء الفواكه لأن الفواكه تعرفون البساطين مالتنا راحت بسبب التنظيم وغيرها والدواعش كلها أما الباقي هذا فهذا كل الإنتاج عراقي وتازع وتازع وبسعار رخيصة بس أحنا نقول للبلدية نقول للبلدية أحنا دا نخدم المواطن صحيح أحنا متجاوزين وهناك يريدون يسوون نافورة زيان وبغداد أجمل وأرق وأحلى بس أكفت أشياء مهمة جدا يعني المواطن المواطن هنا هسا عنا بنهيار اقتصادي بطالة مقنعة أنا يعني حتياج كريج ما حد تكنولوجيا يقسم ماتور كار زيان وممكن أن ننغب النظر إلى فترات معينة وياكو خريجين وخاصين شهادة وبند يشتغلون بالشهادة مالتهم شو نسوي نال ولد شريكي عاليا بالعلوة هو زيان خريج كلية تربية يقسم لغات يجيد ثلاث لغات زيان إن هذا البلد ونتمنى الخير والجمع يا رب رمضان خير وعافية علي يا الله إن شاء الله بوجودكم مثل ما شفتم مشاهدين يكو بعض هواية من الناس أنو دتعاني لأنهما ما متعينين دتعاني من الوضع اللي إذا يعيشوا من المادي أو المعنوي فإحنا نتمنى الخير والعافية للناس كليتها ويا رب هذا الرمضان يكون آخر رمضان الناس تعاني به من الفيروس كورونا أو الأوضاع اللي إحنا دنعيشه وهنا وصلنا من نهاية جولتنا وهذه عداء زملائي داخل الستوديو